استنفار إعلامي تمارسه الميليشيات في العراق قبل انطلاق جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة في واشنطن والتي سبقتها تصريحات لوزير الخارجية فؤاد حسين أكد فيها حاجة القوات الأمنية إلى برامج التدريب والتسليح والتجهيز الأمريكية مؤكدا ضرورة ضمان أمن القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي تصريحات وجدت ردتها فعل عنيفة من قادة الميليشيات حيث اعتبرها زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي أنها تمثل تبريرا لبقاء القوات الأمريكية حسب تعبيره بينما أكدت ما تطلق على نفسها اسم الهيئة التنسيقية والتي تضم مجموعة من الميليشيات الموالية لإيران أكدت رفضها السماح بوجود أي جندي أجنبي في العراق تحت عنوين مستشارين أو مدربين يأتي ذلك قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم إلى واشنطن والتي تأتي تحت وطأة ضغوط ووضع أمني واقتصادي هش حيث يأمل بالحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأمريكيين من البلاد وهو مطلب الموالين لإيران الأساسي ما سيؤطيه دفعا سياسيا في الانتخابات المقبلة سعيا منه للاحتفاظ بمنصبه الضغوط المتزايدة التي تمارسها الميليشيات تأتي بعد فشل الهجمات التي نفذتها طوال الأشهر الماضية على المصالح الأمريكية والبعثات الدبلوماسية حيث تؤكد وسائل إعلام أمريكية أن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق ولن يكون انسحابا كاملا بأي حال من الأحوال ويرى باحثون عراقيون وغربيون أن عدم التوصل إلى إعلان ملموس لانسحاب كامل قد يؤدي إلى رفع المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر وتعزيز هجماتها على القوات الأمريكية في البلاد تنفيذا لإرادة إيرانية تستخدم العراق كساحة لتصفية حسابتها مع واشنطن في العديد من الملفات وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات الأمريكية على طهران ترجمة نانسي قنقر